المترجم للقناة لتأخذ اسم التسول الالكتروني طفرة تكنولوجية شاملة ساهمت في خدمة الإنسان المعاصر في شتى مجالات الحياة ولكن أثرت أيضا مجالات أخرى منها تحول الجريمة المنظمة إلى جرائم إلكترونية ما سهل الوصول إلى الضحية بشكل أسرع ولا نطاق واسع فكان لابد من وضع الضوابط والحدود لمنع تطور تلك الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع وعلى المكتسبات الوطنية والاقتصادية ومن أبرز تلك الجرائم التسول الالكتروني والذي تتعدد أشكاله وأثاره السلبية على كل من المنظومة الأمنية والاقتصادية داخل المجتمعات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وضعت كافة الجهود الممكنة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ومواكبة التدورات في مجال الجرائم الإلكترونية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية علاوة على ذلك ترصد الإدارة حالات إساءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر بما في ذلك حالة الابتزاز والتسول الإلكتروني إضافة إلى تقديم برامج توعوية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل زيادة الوعي الأمني للمستخدمين بشأن المخاطر الإلكترونية وطرق الوقاية منها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنفاذ القانون والعمل على الوقاية من هذه الجرائم ومن الممكن تفادي هذه الظاهرة من خلال عدة نصائح منها ضرورة الاستخدام الآمن لتقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وعدم الوثوق في الغرباء على الإنترنت والأمر ذاته ينطبق على ظاهرة التسول الإلكتروني فمن المهم أن يحمي مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي البيانات والحسابات الإلكترونية الخاصة بهم وعدم الاستجابة لطلب المساعدات وإرسال المال عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية دون سابق معرفة شخصية والتأكد من استخدام القانوات الشرعية والرسمية في حال الرغبة لتقديم يد العون والمساعدة المالية للآخرين بما يضمن وصول تلك المساعدات إلى مستحقها كما وتقدم الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قنوات عدة لحالة الاستفسار أو البلاغ عن التضرر من حالات التسول الإلكتروني أو الجرائم الإلكترونية الأخرى إما من خلال الخط الساخن 992 أو من خلال الحضور إلى المراكز الأمنية أو مقر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر